كوكب الأماني كوكب الأرض في زمناك ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صد بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني النهاردة ان شاء الله محتاجين نطلع كوكب لو قدرنا ان احنا نتخلق بالخلق اللي موجود في الكوكب ده ان شاء الله يقينا ربنا هيرفع قدرنا في الدنيا وفي الأخرة وهيدخلنا الجنة وهيرضى عنا وقربنا أكتر وأكتر من النبي صلى الله عليه وسلم ودايما بذكركم بالحديث اللي بنذكره في كل حلقة ألا أخبركم بأحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة قلنا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا أخوي وحبيبي يلا بسرعة على وجه السرعة نركب سفينة الفضاء ونطلع حالا لكوكب التواضع الله مفيش أجمل في الدنيا ديت من خلق التواضع إن الإنسان كلما يزداد رفعة كلما يزداد تواضع عارف أخوي وحبيبي عارف حضرتك سمبولة الأمح سمبولة الأمح دي كلما بتكون مليانة وتقيلة بتلاقيها موفطية على الأرض ومتواضعة وكلما تكون فاضية وما فياش أي ثمر خالص بتلاقها شامخة ووقفة متكبرة دايما تعرف المتكبر أنه إنسان فاضي ما عندوش أي حاجة خالص لعنده علم ولعنده تقوى ولعنده إيمانيات عالية يعني ما بقولش انه مش مؤمن بس بقول إيمانياته ضعيفة جدا لينه لأنه الكبر اللي جواه عيازا بالله بيفضيه من كل حاجة أما الإنسان الفاضر إنسان اللي عنده علم الإنسان اللي عنده خير دايما ترقيه متواضع ودايما ترقيه كده وعباده الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة الله أكبر دايما كده الإنسان هين كده في يمشوا على الأرض سهل جميل بسيط متواضع يعني بشوش ماشاء الله فيه صفات جميلة جدا تعالى بسرعة نتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت وأكيد هتلاقي سكان كتير أوه وإحنا ما بنذكرش كل سكان الكوكب لكن بناخد بس بعض العناصر اللي احنا ممكن نقول أن يعني أهي نمازج جميلة مشرقة ومشرفة نتعلم منهم متواضع كان أول قصر وإحنا داخلين على أيدنا لمين كده كان قصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه سيد المتواضعين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخوين وحبيبين سيدنا أبو بكر كان في قصة عجيبة جدا بيحكيها عنه سيدنا عمر بن خطاب سيدنا عمر بن خطاب كان فيه امرأة عجوز في أطراف المدينة كان بيتعهدها عمر بن خطاب كان يروح ينضف لها الخيمة ويعدلها الطعام ويملالها المية ويزبط لها كل حياتها لأنها كانت عجوز وعمياء بيقول فعملت الموضوضات كم يوم كده وبعدين بعدها فجأت إنه كل ما روح ألاقي الخيمة متوضبة والأكل محطوط والمية متزبطة والخيمة نضيفة وما فيش أي حاجة خالص فأقول لها مين اللي بيعملك كده فأتقول له رجل يأتيني من أطراف المدينة لا أدري من هو يا امرأة عمياء ما تعرفش مين قدر الله سبحانه وتعالى إنه عمر بن خطاب كل ما يروح يلاقي الكل حاجة متوضبة لهذه المرأة العجوز فاختبأ وقال لازم أعرف مين اللي بيعمل كده فاختبأ مرة فوجد أبا بكر خارجا من عندها هذه المرأة العجوز وكان ساعتها أبو بكر الصديق كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تعلم المرأة إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجي لها وبيوضب لها حاجتها وبيعضها الطعام وينضف لها الخيمة رضي الله عنه ورضاه ودي كانت صورة عجيبة جدا لو لا صحة النقل لكنا نقول إن الكلام ده من نسج الخيال إزاي جماعة رجل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر أمين المؤمنين ورغم ده كله يروح لخيمة هذه المرأة العجوز عشان يزبط لها كل حاجة مين يقول إن في حد في الدنيا بلغ هذه القمة من التواضع إلا واحد تربى بين يداي النبي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعالنا نشوف موقف تاني سيدنا أبو بكر أبو بكر الصديق قبل إنه يكون خليفة رسول الله صلى الله كان عايش في مكان معين وبعدين كان بيحلب أغنام أهل الحي كل يوم كل يوم يوم الصبحية ويحلب الأغنام بتاعة أهل الحي اللي هو ساكن معهم يعني كنوع من المساعدة وكنوع من حصن الجوار وكنوع من تألف قلوبهم بفضل الله سبحانه وتعالى فلما بويع بالخلافة وأصبح خليفة رسول الله كل نساء الحي قالوا خلاص أبو بكر الصديق بقى بقى الخليفة فلا يمكن أبدا هيحلب أغنام الحي فمش ممكن يعمل كده وإذا بأبي بكر يقول والله إني لأرجو الله ألا يغيرني ما أنا فيه عن فعل الخير الذي كنت أفعله فظل يحلب أغنام الحي حتى وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالى نشوف موقف ثالث لأبي بكر الصديق رضي الله عبد عشر تعرف قد إيه تواضع هذا رجل العظيم الذي يتربى بين يدي من رباه الله عز جل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق لما أرسل الجنود إلى الشام أمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وعمر بن عصب وشرحبيل بن حسنة فماشي معهم عشان يوصلهم لأطراف المدينة وينطلقوا باسم الله ويتوكلوا على الله وإذا به هو يمشي وهم يركبون فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني يعني ما عايزين يقول له هاي صح يعني ان احنا نبقى ركبين وانت ماشي قالنا عليكم اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله جل وعلا شفت أديه التواضع شفت أديه الحلم شفت أديه العظمة التي صدرت من هذا الرجل العظيم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الأصر اللي بعد على طول طبعا معروف أصر مين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعد لكان عمر بن خطاب اللي قال عنه ان الله أجر الحكمة على قلب ولسن عمر اللي النبي قال عنه ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجك يعني عمر بن خطاب فاروق الأمة الأكبر اللي كان ثمرا من ثمرا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن خطاب في يوم الأيام فجأة كده وبدون مقدمات وبلا سبب بدأ ينادي على الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة اجتمع الناس جامعة في المسجد فلما اجتمعوا في المسجد قام عمر بن خطاب فحمد الله وصلى على رسول الله وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أيها الناس لقد رأيتني وأنا غلام صغير أرعى الغنم لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من طمر أو من زبيب ثم نزل وحمد الله ثم نزل فلما نزل قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن قمئت نفسك يعني أنت أمت عبت نفسك واحتقرت نفسك قدام الناس ونزلت من مكانتك ليه قال له يا ابن عوف والله لقد راودتني نفسي وحدثتني نفسي فقالت نفسي أنت أمير المؤمنين عمر بن خطاب فأردت أن أذل نفسي وأن أعلمها قدرها يا الله شفت أديه التواضع عمر بن خطاب اللي أنس بن مارك بيحكي عنه أنه في يوم من الأيام دخل بستانه ومحدش كان شايفه كان بينه وبين أنس بن مارك كان جدار كده فسمعه من وراء الجدار هو بيقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن والله والله يا عمر لتتقينا الله أو ليعذبنك الله شفت أديه إنسان مراقب للمولى عز وجل أديه إنسان متواضع لا يفكر أبدا في أنه أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة وليما كان والدنيا كلها بتخاف منه والفرص والروم عملاله ألف مليون حساب ورغم ذلك كان متواضعا غاية التواضع بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وعمر بن خطاب رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس أسأل الله عز وجل أن يرد علينا المسجد الأقصى ردا جميلا وأن يطهر المسجد الأقصى من دانس الهود قوله أمين فعمر بن خطاب كان رايح يستلم منفاتيح بيت المقدس كان معامين أبو عبيد بن الجراح فهم مشيين رايحين جاءت مخاضة من الماء فماذا يصنع عمر نزل من على الدب حتى لا يحمل وفاقة طاقتها ونزل ورحم شمر توبه ورحم خالع النعلم بتروح حطوهم على عطقي ومشي يخوت في الماء حتى بتل كل ما لابسه بالماء فقال أبو عبيد يا أمير المؤمنين ما يصروني أن أهل البلد استشرفوك بهذا المنظر يعني ما يصرنيش أبدا أن الناس اللي ينتقبلهم دولة يشوفوك وانت ماشي بالمنظر ده فقال إيه يا أبا عبيدة والله لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كنت هفضر اضرب في الحد أخلص عليه يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام فمهما اتغين العزة في غيره أذلنا الله الله أكبر أذلتك أن أنت تكون متمسك بهذا الدين وأن أنت تكون من أبناء هذا الدين ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخبصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبيه ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم تعال نشوف القصر اللي بعد كده قصر علي بن أبي طالب الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أردان كان يمشي في الأسواق وهو والي هو أمير المؤمنين كان يمشي في الأسواق يرشد الضال ويعين الضعيف ويعين المحتاج وكان يفتح على الباعة والتجار ويقرأ عليهم قول المولى عز جل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا سبحان الله نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة ولا عقبة للمتقين كان دايما يقول لهم أن العلو في الأرض ده سبب ضايع أي إنسان في الدنيا الإنسان يستعلوا ويفكر أنه يعني يا أرض تهدي ما عليك يهدي ده ضايع للإنسان إنما الدار الآخرة يجعلها المولى عز جل للأهل التواضع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة أخونا وحبيبي الأصر اللي جنبيهم على طول كان أصر سلمان الفارسي وكان قصة عجيبة جدا كان من أغرب القصص التي وقفت عليه سلمان الفارسي كان أمير على المدائن وانت عارب بقى المدائن بقى وكنوز المدائن بقى وحاجة يعني ماشاء الله سلمان الفارسي أمير على المدائن فجاء رجل من بلاد الشام لا يعرف سلمان الفارسي هو عارف طبعا سيرة سلمان الفارسي وكل حاجة لكن عمره ما شافه قبل كده فقبله في الشارع وسلمان الفارسي رجل متواضع جدا ولابس لبس بسيط جدا هو أمير المدائن فبيقول له يعني الرجل كان معه حمل طين يعني تين بالتاء يعني فكان معه حمل طين فزي طين برشومي أو طين شوكو متعرفش المم ايه فحطه في قفص كده أو في حملة كده في اي حاجة فرح مش هاول لسلمان الفارسي أن يحمل هذا الطين فإذا بسلمان الفارسي خد الطين اللي معاه وحمله على كتفيه وماشي وراجل ماشي جان بحشنا عرفه البيت فين فهم ما ماشيين عبده على الناس فالناس بيقول له سبحان الله ألا تعلم من هذا إنه أمير المدائن ده أمير البلاد دي فإذا بيقول والله ما عرفتك سامحني سامحني يا سلمان والله ما عرفتك قال لا والله والله لا أنزعها من على كتفي حتى أوصلك إلى بيتك والله لا يمكن أبدا هوصلك لحد بيتك يعني هوصلك لحد بيتك إيه التواضع ده إيه التواضع والليل والحاجة طبعا حاجة لا يمكن حاجة تسطر على القلوب بماء الثهب سبحان الله تعالوا نشوف القصر اللي بعده ده آخر قصر قصر عبد الله ابن سلام عبد الله ابن سلام كان غني وفي يوم الأيام كان ماشي في السوق وشايل حزمة من الحطب فواحد قال له يا عبد الله يعني أغناك الله عز وجل عن هذا فلماذا تحمل هذه الحزمة من الحطب ما تجيب واحد من الناس اللي شغالين عندك هو يشيرها لك فقال لقد أردت أن أكسر في قلبي الكبر فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ظرات من كبر لكن الحقيقة وإحنا عملينا بنتفرق على الأصور الجميلة اللي موجودة في الكوكب ده كالعادة كان أجمل وأعظم وأبهى وأحلى قصر في الكوكب ده كان كوكب سيد المتواضعين الله عمرك سمعت وعمرك شفت إنسان على وجه الأرض في تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخيل تعالى نشوف كده صور جميلة أهو من تواضع النبي والله العظيم يا جماعة شيء فوق الخيال لا يمكن نبي الأمة الأعظم صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم هو اللي قال كده عن نفسه أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر شوفوا التواضع يعني حتى لما جاي يخبر أنه سيد ولد آدم قالوا ولا فخر أنا ما بافتخرش بكده أبدا صلى الله عليه وسلم النبي حتى لما حب يخبر الأمة أنه لي درجة معاناة في الجنة محدش يا صلى أبدا اسمها الوسيلة شوف التواضع قال إيه قال إذا سمعتم المؤذن الحديث روه مسلم فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلوا علي صلاة صلى الله علي بها عشر وعشر صلوات ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله شوف التواضع بيه وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم لكن من التواضع مكسوف يقول إن أنا هو أنا صاحب الوسيلة دية صلى الله عليه وسلم شوف التواضع قاله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعاتي يوم القيامة أمين عائشة سألها رجل والحديث رواه البغوي بسند الحسن قال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيتي؟ قالت أجل كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته يا الله نبينا صلى الله عليه وسلم اللي مسؤول عن هذه الدعوة العظيمة عن هداية البشرية أجمعين وعن توصيل هذا الخير ومسؤول عن تسع زوجات ومسؤول عن أمة كاملة ورغم ذلك كان في بيتيه يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيتيه كما يعمل أحدكم أي نعم وجزقت اللي قالت كده تعالي شوفي الحديث ثاني الحديث روال بخاري عن أمينا عائشة أنها سؤلت عما كان يصنع النبي في أهلي قالت كان في مهنة أهل بيتي فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة حبيبنا صلى الله عليه وسلم من شد التواضع وخب بلك حيالا الواحد مثلا إيه ممكن يكون فقير زمان وبعدين ربنا أغناء ما يحبش حد أبدا يفكره أنه كان فقير فلما تقول له مش أنت كنت فقير يقول لك يا رجل ده أنا من أيام جد البشوح الحمد لله رب العالمين عايشين حياة البشوات يعني وخب بلك سبحان الله وممكن يكون يضحك عليك فسبحان الله فيقدر المولى عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم كان فقير وأغناه الله وحتى في عز الغنى كان يتصدق بكل ما معه ولا يبقى الشيء صلى الله عليه وسلم حتى عنده موته يقول لها يا عائشة تصدقي بتلك الضراهم التي عندي سبع ضراهم ولا تسع ضراهم كيف ألقى الله وفي بيتي سبعة ضراهم يا سبحان الله تخيل النبي فالنبي بيقول لهم ما من نبي أو ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريت قراريت دي عملة عملة بسيطة جدا جدا حياة كده زي التعريفة والشرين كده فمزاه على قراريت لأهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه البراء بن عازب كما في الصحيحين قال كان النبي ينقل الطراب يوم الخندق حتى غبر بطنه تخيل سيد ولد آدم نبي الأمة وقائد الأمة ورغم ذلك مش يقول بقى للصحابة يلا نيلوا الطراب يلا حفوره الخندق نزل معهم صلى الله عليه وسلم ينقل الطراب لحد دم جسمه غبر بالطراب ونزل ضرب الصخرة وقال الله أكبر أعطيته مفاتيح الشام الدربة الثانية الله أكبر أعطيته مفاتيح فارس الدربة الثالثة الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن صلى الله عليه وسلم صورة تانية جميلة جدا النبي كما عند البخاري يقول لا تطروني لا تبارغوا في متحي شوفها دي معين هو يستحك كل كلمة متح صلى الله عليه وسلم لكن بيقوله لا تطروني كما أطرت النصاري عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقول وعبد الله ورسوله بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أغرب من خيال بقى النبي بيقول له من عائشة والحديث رأى أبو يعلى بإسناد صحية بيقول له من عائشة بيقول له يا عائشة لو شئت لصارت معي جبال الذهب والله لأدنك اللفظ دار بس تصلى على حبيبك قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت لصارت معي جبال الذهب بيقول له أنا لو حبيت جبال ذهب هتمشي معايا جاءني ملك بيقول له بيحكي له بقى القصة بيقول له جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا حبيت تكون نبي ملك من ملوك الزمان وتملك بقى القصور وتملك بقى الأرض ومن عليها ومن عليها سبحان الله وإن شئت أن تكون نبيا عبدا رجل بسيط جدا وفي كراءة إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا وخبلك سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى جبريل كأن النبي عليه السلام يعني إيه بيستشير سيدنا جبريل عليه السلام فإذا جبريل عليه السلام يقول له عشار عليه ضع نفسك يا رسول الله تواضع فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل عبدا نبيا صلى الله عليه وآله وسلم بلها لو عايز الجبال تمشي ورايك كلها ذهب كنت أعمل كده لأن ربنا عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم لك أنت تخيل كما عند التنميز في سنة صحيح عمرك تخيلت سيد ولدي آدم اللي يستحق أن يعيش في أجمل وأبه وأحلى قصول الكون ده كله ورغم ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم عايش مع زوجاته التسعة في تسعة غرف كلها مصنوعة من الخوص والجريد حاجة بسيطة جدا لدرجة أن النبي لو كان يعوز يصلق يامل يلا عند أمينا عايشة كان لما يعوز يسجد يا جماعة كان يغمز أطراف رجليها عشان تلم رجليها عشان يلاقي مكان يسجد فيه فإذا سجد السجدتين وقام النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها في رجليها عشان تفتح رجليها عشان تفرد رجليها بدلا ما هي ضم رجليها رجليها وجعتها تخذت بالك سبحان الله شيء فوق الخيال الغرفة مش مؤضية أنه هو انه أمنا عايشة تناموا انه هو يلاقي مكان يزجد فيه سيد ولد آدم تلم رجلها عشان يزجد وبعين تفرد رجلها مرة تانية عشان يقوم صلى الله عليه وسلم الشيء فوق الخيال تخيل ان النبي يدخل عليه ابن مسعود وبعض الصحابة فيلاقوه نايم نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف عمر سيادتك نمت على الحصير عمر جربت ان انت تنام على الحصير ده انت لو قالوا لك نام على مرتبة مرتبة يعني من اجمل ملاتب التركي ولا بتاعه ولا اليانسن ولا كان بكله ونام عليها فقط من غير سريد ده تقول معقولة ده اخر 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 العيشة او اخر الزمن ان انا عيش على مرتبة سبحان الله مع ان النبي مكنش نام على مرتبة ده كان نام على الحصير صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله فنام على الحصير فدخل عليه ابن مسعود وقال له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاءا ألا نتخذ لك فراشا لينا واذا بالحبيب المصطفى سيد المتواضعين يقول ما لي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم وكم من دعاء النبي كما عند ابن ماجه بإسنان الحسن اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يا ناس يا فقراء ما تزعلوش ده النبي بيقول اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين أخوي الفقير اللي زعلان ان هو فقير وتعبان ومدداي يكفي انك تعلم ان يوم الايامة هتنسى كل فقر وكل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن كما أخبر نبيه كما عند مسلم فيغمس المؤمن غمسة في الجنة فيسأله الله عز جل عبدي هل رأيت بقصا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بقصا قط وما مرت بيا شدة قط سبحان الله أخوي وحبيبي هتدخل الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام يعني بنصف يوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح طيب تعالوا نشوف بقى دعوة للتواضع مدومنا عايشين في التواضع ده تعالوا نشوف بقى ربنا بيدعونا للتواضع ازاي وحبيبنا صلى الله عليه وقاله وسلم بيدعونا للتواضع ازاي قال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون الله هو بيحبهم وهم بيحبوه ايه مواصفتهم يا ربي أول صفة أذلة على المؤمنين المتواضعين يا جماعة متواضعين ده ربنا لما وصف الداعية الناجحة ليه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت قال بعدها فذكر انت داعية ناجح يلا أم ذكر الناس بالله سبحانه وتعالى يعني ايه يعني لازم يكون عندك أربع صفات أول حاجة صبر الإبل ثاني حاجة سموه السماء ثالث حاجة سبات الجبال رابع حاجة ذلة الأرض لمن يمشي عليها خليك بتواضع وقفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم سبحانه وتعالى قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحن إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا قال جل وعلا وقفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال جل وعلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحن إن الله لا يحب كل مختالم فخور أكيد حضرتك عايز تعرف النبي قال إيه في الموضوع دوات أكيد فيها حديث كثيرة جدا بتحض المسلمين على أنهم يكون متواضعين تعالوا نشوف سيد المتواضعين قال إيه قال صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم وإن الله أوحى إليه أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد قال صلى الله عليه وسلم كما عنده بخاري إبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بدعفائكم قال صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله والله الذي لا إلى غيره كلما هنتواضع كلما ربنا هيرفع قدرنا قل لي بس يا شيخ محمود الكلام ده ما ينفعش في الزمن ده لازم نتعامل مع الناس من خلال البرستيج والمكانة وكل ده ما يهمكش ولا تشغل أصلا به أنت اشغل نفسك بأن أنت تكون متواضع اشغل نفسك بأن قلبك يكون موصول بالله سبحانه وتعالى وربك سبحانه وتعالى هو اللي هيلقي محبتك في قلوب الناس بفضل الله حتى لو بعض الناس هدموك حقك لكن في النهاية بفضل الله هيكون أغلبية الناس بتحترمك وبتوقرك وبتحبك وبتقدرك بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند التبراني في الكبير بس نادي الحسن ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك خبالك إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيلة للملك ارفع حكمته الله أكبر كل واحد في رأسه في حكمة الحكمة ديت لو إنك أنت تواضعت ربنا بيؤمر الملك يقول له ارفع الحكمة بتاعته خليه رجل حكيم خليه رجل عاقل خليه يقول كلام يخش الألوب بفضل الله خليه فكر تفكير ينفعه في دنيته وآخرته خليه كل إنسان ناجح متفوق ما شاء الله ارفع حكمته وإن تكبر قيلة للملك دع حكمته خليه بقى من غير حكمة خليه يمشي كده وخده بالدراع وخلاص ربنا عافينا عافيكم قال صلى الله عليه وسلم يعني حاكي عن المولى عز جل لأنه قال من تواضع لي هكذا رفعتوه هكذا والحديث رواه أحمد بسند صحيح أخوه يا حبيبي أخت الفاضلة بعدما طوفنا في كوكب التواضع أكيد لازم كل واحد فينا يراجع نفسه قعد مع نفسك قعد قل لي بالله عليك بتتكبر ليه بتتكبر ليه أنت عارف أن الإنسان أصلا لا يملك من أمره أي شيء حتة فيرس قد كده يرقى دي الإنسان وينهي حياته ويدمره سبحان الله والله لسه شاب متصل بيه أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأني عافيها شاب حاجة وعشرين سنة والله وكان بيجيني كل شهر يعني يزورني سبحان الله والله الذي يلاقي له غيره بيتصل بيه أول مبارح بيكلمني مش قادر تكلم لسانه تقيل ما لك حبيب قلبي قال لي أصبت بجلطة سببت لي شلل نصف عازم بالله شاب لسه حاجة وعشرين سنة شفت ديه كوني أن أنا أفتخر بصحتي والصحة دي في لحظة بتضيع سبحان الله بفتخر بمنصبي في لحظة يتشال بيبقى منصب وزير ولا كذا ولا كذا في لحظة طلع معاش أو ترفض أو استقال أو حصل له أي مشكلة أو طلع بيفضيح أي حاجة في لحظة كل ده بيروح عندك إيه بتفتخر بيه تاني بزوجة ممكن تموت بأولاد ممكن يروحوا بنفسك بمنصبك بمالك بكل حاجة ممكن تروح كل من عليها فان وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني خلي عندك كده تواضع لله وما تواضع عبده لله إلا رفعه الله عز وجل ربنا هيرفع قدرك بالتواضع التواضع عمره ما هينزل من قدرك أبدا عمره ما هينزل من مكانتك عمرك ما هتتتواضع الناس وليه يا عم يسيبك منه ده متواضع حدا هيقول الكلام ده إلا إذا كان إنسان أحمق أو جاهل أو ما بيفهمش أصلا إنما الإنسان اللي بيفهمه بيقدر عارف وبيحترم أهل التواضع الناس الأفاضل وكلما ازددت علما لو كنت عالم أو داعية كلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك إنت لما تقرأ كل يوم لازم تقرأ وأنا لا أظن أن يكون في أي إنسان يصبح أن يكون عالم أو طالب علم إلا ولازم على الأقل كل يوم يقرأ ثمان ساعات على الأقل وإنت بتقرأ كل يوم ما شاء الله ده أنا أول مرة على المعلومة دي سبحان الله يعني أنا كنت جاهل بالمعلومة دي وثاني يوم ما شاء الله معلومة جديدة كل يوم مئات المعلومات بتدخل دماغك وأنت جاهل بها فكلما ازددت علماً كلما ازددت علماً بجاهلك أخوة وحبيبين ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل ربنا هيرفع قدرك في الدنيا والآخرة أما المتكبر يكفينا أن نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبري نعوذ بالله أن تكون قلوبنا مليانة كبري ما زن على كوكب التواضع هننزل مرة تانية ونركب سفنت الفضاء ونرجع لكوكب الأرض مرة تانية علشان نبدأ بكرة رحلة جديدة وجميلة إن شاء الله بصحبة أحبابي وأهلي وناسي نطلع كوكب تاني يطار الكوكب دقيق ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله جزاكم الله خيراً على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معانا يا الله ولا قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمناك ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك وكب تاني